اطلع وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس على سير العمل في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي واستمع وزير الدولة محافظ عدن من مدير عام المؤسسة المهندس محمد باخبيرا إلى شرح مفصل عن آليات الضخ وبرنامج توزيع المياه بين المديريات خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى جملة من الصعوبات التي تواجه المؤسسة والسبل للتغلب عليها وشدد لملس على ضرورة مضاعفة العمل وفق الإمكانات المتاحة ومعالجة الإشكالات الحاصلة في المرافق الخدمية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل إشكالية انقطاع المياه عن عدد من الأحياء